مشاهدين لجأت ميليشيات الحوثي وقوات صالح إلى فرض طوق حصار على تعز بعد تكبدها هزيمة نكرى على يد المقاومة مسنودة ببعض وحدات الجيش الموالية للشرعية كان ذلك في منتصف عام 2015 حيث أغلق الحوثيون جميع منافذ مدينة تعز وعزلوها عن العالم الخارجي ما تسبب مشاهدين بشكل متعمد في قطع كل الإمدادات بهدف تجويع سكانها عقابا لهم على عدم تماهيهم مع مواقف الميليشيا وعدم ادعائهم واذعانهم لقراراتها تحقيقا لغايتها حفرت ميليشيا الحوثي الخنادق وأقامت الحواجز الإسمنتية كما زرعت ألاف الألغام على الطرق الرئيسة من وإلى تعز وأبرزها كان طريق دوار القصر المؤدي إلى ضاحية الحوبان لتغلق بذلك المدخل الشرقي لمدينة تعز والذي يربطها بعدا جنوبا والعاصمة صنع شمالا كما أغلقت الميليشيات بالوسائل والأدوات ذاتها الطريق الرابط بين تعز والحديدة في منطقة مصنع السمن والصابون غربا وكذلك المنافذ الفرعية على امتداد الخط الشمالي للمدينة هذا الحصار الذي يدخل عامه الثامن تسبب في معاناة السكان سكان تعز هذه المدينة المحاصرة والمقدر عددهم بنحو ستمائة ألف نسمة وطال أيضا سكان الرياف المحافظة الذين يصل عددهم إلى أكثر من مليوني شخص هذا الحصار الحوثي أعلق وأعاق حركة التنقل بين تعز وباقي المحافظات وأجبر سكانها على سلك طرق جبلية وعرة محفوفة بالمخاطر كما ضعفت أسعار السلع والبضائع التي تصل المدينة رغم محدوديتها الميليشيات ومشاهدين أحكمت حصارها على تعز بقطع خطوط إمداد المياه إليها من الجهة الشرقية ونشرت قناصتها ومدفعيتها وقتلت مئات ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال